تويوتا اليابانية استدعت كل نماذج أجيل الثالث من سيارات بريوس المباعة في جميع انحاء العالم والبالغ عددها مليون وتسعمائة ألف سيارة بسبب خلل في برمجة نظامها الهجين متحدثة باسم تويوتا قالت إن حوالي نصف عمليات السحب تمت في اليابان وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا في أمريكا الشمالية تويوتا أفصحت عن أن المشكلة تكمن في برمجة برنامج التحكم المرتبط بالنظام الهجين الذي قد يتوقف في حالة محدودة مما يفضي لتوقف المركبة هذه ثالث عملية استدعاء من تويوتا لطراز بريوس البالغ من العمر خمس سنوات بعد الأخيرة في حزيران يونيو بسبب مشاكل في المكابح